800 ألف شخص مصري تم علاجهم من فيروس سي في مصر نعم هذا ما أشد به منظمة الصحة العالمية من خلال الخطاب الرسمي خلال الاحتفال بيوم الكبد المصري نسبة شفاء من المرض حولت مصر من الأولى عالميا في الإصابة إلى نموذج فريد لمكافحة المرض فمرض الالتهاب الكبدي الوبائي المعروف باسم فيروس سي يعتبر من أكثر الأمراض التي يتعرض لها المصريون وتتراوح شدة الإصابة بالمرض بين خفيفة تدوم لبضعة أسابيع وأخرى خطيرة تصاحب المريض مدى الحياة وقد تسبب الإصابة ليوفا أو سلطان الكبد فوفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية وصل عدد المصابين بفيروس سي إلى 15 مليون مصري ويشكل مرض الكبد تقريبا 50% من إجمال مرض الجهاز الهضمي في مصر والذي يضم الكبد والمعدة والقالون والبنكرياس والمرارة والأمعاء والمرئ والبلعوم وعن استخدام سوفالدي كعلاج لبيروس سي فبدأ في مصر في 16 أكتوبر من العام 2014 وكانت البداية الفعلية لاستخدامه على أول مريض على نفقة الدولة في منتصف شهر نوفمبر كما أن نصفة استجابة المرضى للعلاج في البداية كانت 8.8% مع نهاية العلاج المباشر أصبحت نصفة الاستجابة 98.8% كما أن 68% قاموا باستخدام العلاج السنائي سوفالدي ريبا فيرنج لمدة 6 أشهر بدأت في منتصف نوفمبر الماضي وكانت نتائج العلاج السنائي بعد أتمام 6 أشهر 90% بينما كانت نسبة الانتكاس أي عدم استجابة المرضى للعلاج لا تتجاوز 10% وذلك وفقا لما أعلنه رئيس وحدات الأورام بالمعهد